موسيقى في لقاء لمفتوح مع فضيلة الأستاذ محمد شفيق في العشرين من مايو سنة 2002 سألته فيه عن مواضيع شدة وقضائيا متنوعة وكان من ضمن ما سألته عنه هو مفهومه الشخصي عن الثقافة فكان جوابه المفهوم الثقافة في ذهني هو المفهوم الأندروبولوجيا المفهوم الشعي العام لا المفهوم الأدابي والشعي المفهوم العام للثقافة أي كل ما هو غير مادي وهو من عبوظ ومن التعصرفات ومن العادات ومن التقاريد ومن العراء إلى حقيق مستاذي هذا عن الثقافة أمومة فماذا عن الثقافة الأمازيغية الثقافة الأمازيغية من قوتها أنها صمدت أمام الثقافات الكبرى لا تزال حية وهي ثقافة مفتوحة ليست ثقافة منغلقة على نفسها ثقافة مفتوحة حينما تلاحظ أن هناك ثقافة أخرى ألقى من هذه لسبب من الأسباب فهي تتفتح عليها وتأخذ منها حتى اللغة ولهذا نجد أن الأمازيغيين تقريبا كانوا لا بد أن يوجد منهم من يذكر اللغات الحضارية في أي عصر من الأصول كان من أتقن اليونانية ومن أتقن اللاتينية ومن أتقن العربية ومن أتقن الفرنسية وكان من ضمن ما سألتم عنه هو مجهوده الشخصي لخديث الثقافة الأمازيغية وكتابته للمعجم العربي الأمازيغي الذي قضى فيه زهاء الأربعة وأشهون سنة نطلق لنا قضية المعجم ترجع إيها اهتمامي بثقافة الأمازيغية بصفة عمال في أوعيل السلطين حينما لاحظت أن الدولة غير مهتمة بالثقافة الأمازيغية وهي تهملها وتحتقنها وربما فكتبت في أوعيل السلطين بعض المقالات كتبت بعض المقالات بعض المقالات بعض المقالات بعض العام من العنوان هو التراث المجهول وهذه المقالات صدرت في مجلة الكتاب المغاربة يسمى هذا المجلة يسمى آفاق في ذلك الوقت صدرت أربع مقالات أو ستة مقالات ثم موضوع ثم بعد ذلك بسنوات حد تفكر في هذه الثقافة الأمازيغية ويلاحظ أنها في سبيل الاندفاع سبيل الزوال وفي أوائل السبعينات حد تفكر في جمع الكائمات الأمازيغية في جمع المفرغات الأمازيغية أربعها في قاموس معين وفي سنة سبعة وثلاثة أسدعين شرعت في تدوين المعجان بحيث صدر الجزء الأول صدر سنة تسعين وصدر الجزء الثاني سنة ستة وتسعين وصدر الجزء الثالث سنة ألفين أعتقدين وهذا هو العمل الأزباد وكنت أعمل بمعدل في اللولك لأنني كنت أشتغل في المدرسة كمدير المدرسة كنت أشتغل بمعدل في موضوع الأمازيغية بمعدل ساعتين في اليوم ولكن حينما تقعد كنت أعمل بمعدل ست ساعات في اليوم في موضوع الأمازيغ الآخرين أعتقدون أن الأمازيغ ليس لهم ثقافة ليس لهم كالهام هذا دافع الثاني كان يدفعوني للبرهناء على شيء فقط على واقع